مقترح يجب أن ينفذ في السنوات القادمة بخصوص اللي بيلعبون يولا برقابهم كان ما روحوا وخاصة اللي جالسين بيلعبوه بهم قدام الحريط البعض من أصحاب اليولا إيش والحل أول ما يدخل لظفار سواء جاء بر من حريط أو جاء في المطار يركبون له قفل لق يساكلون على الرقبة هذي اللي هو مقدر يتحكم بها ما قدر لا حياة لا حياة ولا مستحة سكروها بقفل أول ما يدخل لظفار وخلي يسياه وهو مسكر يروح دربات يروح يتيين يروح المغسيل وهذا مسكر إذا خلص السياحة وباي يطلع وصل إلى المطار ولا حريط فكوا عنه القفل وقولوا له روح لعب يولا حتى توصل لبيتكم أحسن كذا المنظر اللي استواء أول أمكس الفيديو حر مرمتكم بكرسي لا حياة ولا مستحة ولا كأنه هذي لابناء تناس ما في حياة ولا مستحة رجع واعيد وأكرر ألف مرة مش الكل البعض في فئة نقول الله يهديها من أصحاب اليولي وفئة تحطها هنا على الراس آلاف من البشر بيلعبون هذا الفن وهذا الفن منتشر بين عمان والإمارات فئة الله يهديها وفئة محشمة نفسها وثاقة لنفسها وتعرف وين المكان المناسب اللي ألعب فيه هذا الفن بكنترول والبعض بدون كنترول تقول لي في جاردن زمول فيه اختلاط إيش جب الحريم هناك لا أنا ما فيه اختلاط الجماعة مسوين حفل والحفل مقسمينه بين الرجال وبين الحريم أنت اي زحفك عند الحريم زحف جاي شوفوني زين شافوك وبعدين يا خد طلع الواحد من طوره قسما بلا ما يبغيت كن لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله شكرا لكم